بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان السنة الرابعة متوسط العلاقات المترية والانسحاب بيام 2012 إذن لننطلق على بركة الله أبناء قال تي دائرة مركزها أو ها هو المركز هنا في هذا المكان نسميه كما أشير مركز أو هذا الأمر الأول عندنا وقطرها A B يساوينا كم أبناء يساوينا ثمانية سنتيمتر إذن نأتي بجلب لأن في الملاحظة لو تلاحظون هنا الملاحظة قال يطلب إنجاز الشكل الهندسي إذن مباشرة نأتي هنا بالمدور ها هو المدور هنا أبنائي قال قطرها كم قطرها A B يعني قبل ما نقوم أولا نعين القطر إذن نقال القطر هو A و B كم يكون الطول يكون ثمانية يعني يأتي من هنا إلى هنا ها هو القطر ثمانية ونكتب هنا النقطة A ونكتب هنا النقطة B أو يمكن لكم مقالب تجعلنا هنا B وهنا A المهم الطول يكون ثمانية ثم نأتي أبنائي بالمدور ونضع في هذا المكان ونقوم ها كذا ونعين هذه الدائرة نقوم برسمها لاحظوا ها هي أمامكم ها كذا أبنائي اسمها ماذا؟ قام بتسميها قال T نقوم ها كذا أفضل قول T لاحظوا جيدا نقطة نقطة أبنائي قال C والنقطة O ها هي أمامكم وهنا في هذا الموضع بداية المالة قال و C نقطة من الدائرة حيث ماذا؟ حيث B C يشغلنا B C يشغلنا ثلاثة سنتيمتر معناه نقوم بجلب المسطرة ها هي المسطرة يا أبنائي لاحظوا ها هي ال B في هذا الموضع ونقوم لما نجد ثلاثة سنتيمتر نتوقف ننظروا هنا جيدا ها هي الثلاثة إذن إذا قلنا هنا الصفرة فتكون الثلاثة سنتيمتر في هذا الموضع هنا ها هي أمامكم يا أبنائي ثم نعين ماذا؟ نعين هذا من هنا إلى هنا النقطة ها كذا حفوا سوف نريد أن يكون الرسم جد واضح لأبنائي ها كذا إذن هنا نسمي هذه النقطة نقطة C في هذا الموضع ويمكن الآن يعني إكمال الرسم حتى يصبح جد و جد واضح ها كذا أبنائي انظروا ها هو أمامكم وأكيد كيف أصبح الآن يا أبنائي هذا المثلث الكل يراه في الشكل أنه مثلث كيف هو؟ مثلث قائم لا جدل في ذلك الآن بعد ما أكملنا مع الشكل يا أبنائي نأتي الآن إلى بقية الأسئلة أولا نقوم بجلب الشكل معنا لأنه سوف نحتاجه لاحظوا جيدا ونأتي الآن وننطلق في الإجابة على كل سؤال السؤال قال أحسب بالتدوير إلى الوحدة من الدرجة قيس الزاوية ما هي الزاوية؟ الزاوية آ آ ب و آ س لاحظوا جيدا أركز أرجوكم أبنائي كيف يتم الإجابة على هذا السؤال بأبسط طريقة إذن نقول هنا حساب الحساب بالتدوير أو الحساب نقول الحساب بالتدوير إلى الوحدة من الدرجة قيس الزاوية ها هو الشكل أمامكم وانظروا بأم عينكم ما هي الزاوية التي يريدها؟ يريد لنا الزاوية آ هنا ها هي الزاوية آ يريد هذه الزاوية من هنا هكذا قال هو ماذا؟ آ ب الزاوية آ ب آ س هنا من هنا من هنا إلى هنا كما أشر إذن نقول عندنا أولا المثلث لاحظوا الآن يا أبنائي إلى هذا المثلث الذي قلنا برسمه انظروا جيدا ها هو أمامكم الذي باللون الأحمر ما هو طبيعته يا أبنائي؟ الكل يلاحظه أنه مثلث كيف هو قائم؟ إذن نقول المثلث لاحظوا المثلث آ ب س محاط كيف هو؟ مثلث محاط بماذا؟ بالدائرة ما هي الدائرة؟ الخضراء بالدائرة ت لاحظوا جيدا التي قطرها كم يا أبنائي؟ قطرها هو البي س آ ب عفوا الآ ب هذا الشرط الأول وماذا؟ قطرها وكذلك والس تنتمي إلى هذه الدائرة إذن ماذا يصبح يا أبنائي؟ أي المثلث آ ب س قائم في ماذا؟ قائم في نقطة س أكيد هنا يظهروا أمامكم إذن ماذا يمكن أن نقول لما أصبح قائم في النقطة س وها هو أمامكم؟ انظروا في هذا الموضع إنه قائم لأن كل مثلث تحيط به دائرة فهو مثلث قائم في هذه الحالة هنا عندنا لأن فيه ما هو المثلث؟ لأن فيه الوتر الوتر هو نصف القطر إذا كان الوتر هو نصف القطر فاعلموا أن ذلك المثلث هو مثلث قائم وطرها يجب أن يكون هو قطرها قطر هذه الدائرة إذن ماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج أنه سينس عفوا أن سينس الزاوية هذه الزاوية A B C هكذا كم تساوي لنا؟ السينس لديه يساوي مشهور أنه يساوي المقابل على الوتر أفول ألا قلت الوتر ما هو إذن المقابل؟ المقابل ها هو أمامك كم قيمته؟ قبل أن نقول قيمته نعينه هو B C على الوتر ما هو الوتر؟ ها هو يا أبناء الوتر ما هو الوتر؟ هو A B يصبح لنا السينس السينس أعطي لنا هذا وهو الثلاثة 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 على هذا قلنا كم؟ هو ثمانية ونأتي بالآلة الحاسبة كم تعطي لنا هذه القيمة؟ تعطي لنا 0.375 بعدما نعين ذلك بالآلة الحاسبة مباشرة سوف تعطي لنا كم؟ تقول تصبح لنا الزاوية الزاوية إذن البيئة C محصورة تصوي لنا كم أبناء؟ تصوي لنا 22.02 درجة لكن قال هو التدوير إلى الوحدة يعني ما وراء الفاصلة لا نحتاجه لكن هنا نستعمل التقريب بما أن هذه القيمة أصغر من 0.5 فتصبح لنا مباشرة تصبح كم يا أبناء؟ تصبح لنا 22 درجة هذه البسطة فقط لو كانت ربما قيمة أكبر ربما هنا 75 لقلنا فاصل تصبح لنا 23 درجة بهذه البسطة المطلقة أبني قد أجبنا على هذا السؤال بعدما أجبنا على هذا السؤال وقلنا أن الزاوية أصبحت هذه الزاوية أصبحت يا أبناء 22 نأتي الآن بجلب الشكل ونذهب إلى السؤال الذي جاء بعده نتابع نقطة نقطة أبناء ثم قال ثم استنتج نقول مباشرة استنتاج استنتج معنى استنتاج قيس الزاوية الزاوية O B O C هذه يعني رأسها هو النقطة O نأتي أولا هنا لنعينها في الشكل قلنا أن النقطة O ها هي إذن ماذا تصبح لنا يا أبناء الزاوية هي هذه يريد أن نعين هذه الزاوية ونحن نملك ماذا نملك هذه الزاوية والسؤال بما أن نقالي استنتج معناه لا تتعب عقلك كثيرا معناه عندنا هذه الزاوية إذن سميناها ألفا فتحة وهذه نسميها مثلا ألفا فقط أو نسمي واحدة ألفا والأخرى بيطة مثلا نسمي هذه حتى لا تختلف لكم أمور نسميها بيطة وهذه مثلا نسميها ألفا لكن عندنا ماذا تقول القاعدة تقول أن الزاوية العلاقة بين الزاوية ألفا والزاوية بيطة التي تلاحظونها أن نقول نقول ماذا الزاوية بي آسي وهي الأولى وماذا و بي أو سي هذه زاويتان كيف هما إحداهما إحداهما مركزية ها هي مركزية هنا لاحظوا هذه المركزية جاء في المركز والأخرى ماذا والأخرى كيف هي أبنائي هي محيطية محيطية ها هي المحيطية يعني خارج تحيط والمركزية هي هذه التي جاءت في المركز المركز ماذا تقول القاعدة تحصران إنهما تحصران نفس القوس ما هو القوس أبنائي ها هو أمامكم نفس القوس انظروا ها هو القوس هما يحصران نفس القوس إذن بما أنهم محصران لنفس القوس ما هو القوس لهو بي سي هذا هو القوس فإن ماذا تقول قاعدة فإن هذه قاعدة نظرية فإن الزاوية هذه هذه المركزية الزاوية المركزية اللي هي البي أو سي تسوي لنا قاعدة هذه دائما تسوينا مرتان اثنان في الزاوية ماذا في الزاوية المحيطية اللي هي بي آ سي ذات الرأس ذات الرأس آ فتصبح لنا بي أو سي تسوينا كم اثنان في في اثنان وعشرون درجة وتصبح كم تسوي لنا اربعة واربعون درجة هذا هو قيس يا ابنائي هذه الزاوية التي يمكن أن نقول عليها إنها بيطة هذه دائما قاعدة مهما كان يا ابنائي عليكم أن تعلموها مهما كانت الزاوية لو قلنا مثلا ها هي الزاوية انظروا هذه هكذا وعندنا الزاوية الأخرى مثلا هكذا فاعلموا أن الزاوية المركزية دائما هي ضعف المحيطية هذه وهذه إذا كانت هذه ألفا فاعلموا أن هذه تكون اثنان ألفا دائما ضعفها لا يهم المهم هذه هي فكرة الزاوية المحيطية والزاوية يا ابنائي كما قلت المركزية فقط الآن بعدما كمنا مع هذا السؤال سوف نأتي أبنائي إلى السؤال الآخر نتابع جيدا أولا نأتي بجلب الشكل معنا لكي يسهل على الأمر تابعوا قال F صورة B بالانسحاب الذي شعاعه ماذا شعاعه O B الشكل هو المنقذ الواحد تابعوا لو تلاحظوا فتجدون الكل إذن عندنا قلنا F صورة B بالانسحاب الذي مركزه ماذا الذي شعاعه O B ها هو O B هنا O B لكن كشعاع هكذا ركزوا أبنائي معناه أن هذا الشعاع لاحظوا نقطة نقطة أبنائي حتى أعلمكم هذه الأشياء لاحظوا نقطة نقطة ها هو الشعاع انظروا سوف أريكم كيف تتم عملية التحويل هذه النقطة ها هو الشعاع O B إذن B الانسحاب O B إذن و F صورة إذن يسبح هكذا تنسح يأتي هذا الشعاع ويسحبها إلى هذا المكان فتصبح تلك النقطة أين هي تصبح النقطة F يا أبنائي في هذا الموضع هنا النقطة F لو قال بشعاع آخر ربما لغيرها لكن بما أن نفس الشعاع يعني O B تحولت من هذا الموضع يا أبنائي انظروا سوف أعلمكم هذه الأشياء ها هي النقطة B كانت عفوا كانت في هذا الموضع فجاء هذا الانسحاب وقام بسحبها إلى هذا المكان الذي أريكم فأصبحت ماذا فأصبحت صورتها ماذا صورتها هي النقطة F هكذا أبنائي تتعلمون الآن ثم قال المستقيم الذي يشمل F ويوازي ماذا ويوازي بس لاحظوا نقطة نقطة أبنائي أولا عفوا لاحظوا سوف نتعلم رويدا رويدا هكذا وعندنا مستقيم B C ها هو مستقيم B C نلاحظوا قال مستقيم إذن نرسل مستقيم B C ها هو ونأتي كذلك بماذا بالمسطرة ونقوم برسم مستقيم ركزوا أرجوكم وكذلك عندنا ها هو المستقيم الآخر الاسي هذا انظروا ويوازي إذن لاحظوا نقطة نقطة المستقيم الذي يشمل F ها هو قد شمل F ركزوا أرجوكم إجدد إن ها هو مستقيم ويوازي B C يقطع A C في D فيمكن أن نجلب المستقيم انظروا جيدا ونتعلم رويدا رويدا ركزوا نتابع ماذا ينتج يا ابني هكذا ونأتي إلى هنا لاحظ هكذا لاحظ نقطة نقطة ابني ونقوم برسم هذا المستقيم هكذا ها هو الشكل الآن رسم يا ابني بطريقة وقال يتقاطعني في نقطة اسمها D ها هي النقطة D الآن تنطلق الأسئلة قال أحسب DF يريد مننا أن نقوم بحساب هذا الطول DF نحن نملك أن المثلث ما هو سوف أريكم المثلث الكبير ها هو مثلث وعندنا وعندنا هذا لاحظ جيدا أبنائي نقول أولا سوف ندقق نقطة نقطة عندنا هذا الطول كم يا أبنائي هذا الطول من هنا هنا أربعة وهنا أربعة وبما أن جاء الإنسحاب يصبح هذا كذلك أربعة يصبح كذلك هذا الذي أشير إليه أربعة لماذا؟ لأن أصبح هذا الشعاع O B يسعين B F إذن أصبحت أمور نعلمها وعندنا هذا الطول هو ثلاثة هذا نحن نعلمه يبقى لنا ماذا؟ يبقى لنا هذا DF علامة ماذا؟ علامة استفهام معناه لنحن لا نعلمه نقول أبنائي ماذا؟ في المثلث إذن أولا نقول حساب نعين عنوان للإجابة حساب DF لاحظوا جيدا نقول في المثلث في المثلث ما هو المثلث أبنائي؟ المثلث A D F وهذا المثلث الكبير هذا إذن المثلث A D F لدينا ماذا؟ لدينا أنه أعطيت لنا هذا يوازي هذا قال لاحظوا الذي يشمل F ويوازي B C إذن ماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج أنه B C يوازي لنا ماذا؟ ها هو B C انظروا سوف أريكم هذه الأشياء B C ها هو B C يوازي ماذا أبنائي؟ يوازي لنا هذا إذن B C أصبح يوازي D F هذه من المعطيات هنا يأتي مباشرة طالس فتصبح ومنه حسب طالس ماذا تقول القائدة؟ فتقول A A B على A F هذا الصغير على الكبير إذن نقول A B على A F تساوي ماذا؟ تساوي هذا الصغير إذن B C F نقول B C على هذا الكبير ماذا؟ وهو A D F D F ثم الآن ننطلق بالتعويض رويدا رويدا A B ما هي قيمته؟ الـ A من هنا إلى هنا وكلكم تعلمونها كم هذا؟ وهو قطر تلك الدائرة هو الثامنية على A F A F لاحظوا الأربعة والأربعة وهنا بقاعدة الإنسحاب أصبحت كذلك كم؟ تصبح لنا إث نعشر على إث نعشر لماذا؟ لأنه أربعة وأربعة وأربعة لماذا؟ لأنه أصبحت طول لنا O B يسينا B F هنا B الإنسحاب B الإنسحاب إنسحاب هو من عطنا هذه الخاصية على ماذا؟ على B C ها هي B C وهي ثلاثة على D F لهو المطلوب نستعمل الآن جداء الطرفين في جداء الوسطين فتعطينا القاعدة الذي نطلبها هذا في هذا يساوي هذا في هذا فتصبح لنا ماذا؟ ثمانية D في D F تصبح تساوي لنا ثلاثة في إثنى عشر ومنه ثمانية في D F تساوي ستة وثلاثون ومنه D F يصبح يساوي ستة وثلاثون على ماذا؟ على ثمانية وبعد الآلة الحسبة تعطي لنا 4.5 سنتيمتر بهذه البساطة أبناي قد قمنا بحساب هذا الطول الذي هو قيمة 4.5 سنتيمتر بهذه البساطة وفي الآخير أبناء وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم ألا تنسونا لنا بالدعاء بالصحة والعافية كي نكمل معكم مسير وزوروا صفحتنا اللي هي صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جددا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا